بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابنا وطالبات مجددا في شروحات مقرر إدارة الفعالية اليوم سنستكمل الحديث عن موضوع تعظيم الإيرادات نحن ذكرنا هذا الموضوع في الدرس السابق ذكرنا هناك طرائق لتعظيم الإيرادات ذكرنا قد يكون من خلال الضيافة المؤسسية التي تقدمها المنظمات لعملاء لموظفين لأصحاب المصلحة بشكل قد يكون مميز لكي تحقق أهداف تعظيم الإيراد أيضا منصات البيع السريع ذكرنا من خلال يتم طرح المبيعات أو الخدمات ومنتجات ذكرنا الهدايا التذكارية التي تباع في خلال الفعالية السلع التي تحمل علامات تجارية معينة كل ذلك من طرائق تعظيم الإيراد بودكاست رايت أو ما يسمى بحقوق البث هي بالتأكيد فرصة لأن نحقق من خلالها إيرادات أعلى الخدمات الإضافية التي تتاح مثلا كما ذكرنا مواقف خاصة في آي بي خدمات أو ألعاب متعددة أو واجهة أو منصة أو إطلالة مختلفة على الآخرين كل ذلك من الخدمات الإضافية التي تقدمها إدارات الفعاليات أو إدارة الفعالية لحصول على إيراد أعلى ذكرنا أيضا هناك لدينا هدف ثالث وهو بالتأكيد يتعلق في مناقشة وجوب تعظيم الإيراد وأيضا لدينا بالتأكيد بعض المصطلحات التي نتحدث عنها في درس اليوم نأتي إلى أهمية تعظيم الإيراد هناك له أهمية حينما نبحث عن أن نعظم الإيراد لكي نجعله أكبر مما كان عليه في السابق ويمكن تخطيط الفعاليات على مدار فترات زمنية طويلة الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف هالكة عدة أو عديدة بمعنى كثير من الفعاليات تأخذ أوقات تأخذ شهور قد تمتد إلى سنوات في بعض الفعاليات وبالتالي هذا الأمر مكلف يحتاج إلى تغطية هذه التكاليف لذلك زيادة الإيرادات وتعظيمها قد يكون من السبل التي تتاح حينما تحدث عن المقصود بالزيادة الإيرادات يختلف حينما تحدث عن تعظيم الإيرادات زيادة الإيرادات غالبا ما يستخدم في تطوير المنظمات والفعاليات التدريجي والمستدام لهوية علامة تجارية أو حصة في السوق إذن نبحث عن زيادة في الإيرادات لكي نطور الفعالية أو علامة تجارية أو لحصة في السوق أما تعظيم الإيرادات استخدم لتنمية الفعاليات بسرعة كبيرة بمعنى نستغل هذه الفعالية بدرجة أكبر وبالتالي التركيز قد لا يكون دائما على تعظيم الربح أو حتى على تحقيقه وإنما لنجعل هناك إيرادة أعلى في الفعالية وتدفقات مختلفة في الفعالية وهذا أيضا بالمناسبة ذكرناه سابقا في الدروس السابقة أسباب تجعل تعظيم الإيرادات عملية مهمة لأي فعالية لماذا هي مهمة؟ أولا لكي تعوض التكاليف أو تعويض التكاليف الهالكة ذكرنا هناك تكاليف تمتد لفترات طويلة وبالتالي فرصة تعظيم الإيراد يساعدنا في عملية تعويض التكاليف زيادة قاعدة العملاء وإيجاد أيضا عملاء مختلفين من جميع أذواقهم أيضا قد يكون هيمنة على السوق نأخذ حصة أكبر قد يكون أيضا فرصة زيادة الأرباح إذن جزء منها قد يكون أيضا ليكون أرباحنا أكبر من مثلا ما هو معتاد نبدأ في تعويض التكاليف الهالكة ماذا نقصد بالتكاليف الهالكة؟ يمكن التخطيف الفعاليات على مدار فترات طويلة زمر الأمر الذي يؤدي كما ذكرنا تكاليف هالكة لتنظيم الفعالية للتخطيط لاستغلال الوقت الذي أهدر في تنظيم أو في التخطيط للفعالية التكاليف الهالك مثلا أجور مرتبات المتفوعة للعمل التحضيري لو ذكرنا كل فعالية ما قابل الفعالية هناك أشخاص ينظمون يصممون يختارون هناك هدر في الوقت إذن هذا يحتاج إلى تكاليف لدفع أجورهم لدفع مرتباتهم أيضا قد يكون يعملون بنسب وبالتالي يدفع هذه النسب كذلك مصاريف تراخيص وتأمين قد نؤمن قبل أن تبدأ الفعالية قد ندفع أو نقوم باستخراج التراخيص قبل أن تبدأ الفعالية وبالتالي إذن نبدأ أن تغطى من خلال الإرادات الوداع للأماكن والترفيه الأماكن المحجوز، الوسائل الترفيه، العقود إذن كل ذلك قد يكون قبل البدء من الفعالية وبالتالي هي من التكاليف الهالكة التي قد تكون مستحقة مع بداية الفعالية أيضا أن تعظيم فرص الإرادات في إحدى الفعاليات من خلال توفير فرص عديدة لزيادة الدخل يعني أن هناك احتمالية أكبر لبلوغ نقطة التعادل نحن ذكرنا دائما كثير منظمات تبحث عن نقطة التعادل بعد ذلك تفكر في تحقيق الأرباح ونقطة التعادل هو تساوي التكاليف مع الإراد بمجرد أن نصل إلى هذه النقطة أو أن تتساوى التكاليف مع الإراد الذي يأتي إذن يمكن جني الأرباح إذن بعد ذلك سيكون مرحلة الأرباح والأهم من ذلك نقطة التعادل تعني عدم الخسارة بمعنى تم تصميم أو تنظيم الفعالية بمئة ألف وأتانا إراد مئة ألف إذن لا يوجد خسائر إذن بعدها سنبحث عن الأرباح وتغطية الأرباح والأهداف المالية المرجوة أيضا زيادة قاعدة العملاء قد يكون فرصة لزيادة قاعدة العملاء ويعد تعظيم الإرادات طريقة بسيطة لزيادة قاعدة العملاء نظرا لأن الربح ليس لاعتبار رئيس فيمكن الفعالية أن تقدم أسعار مخفضة حينما تكون الفعالية غير هادفة للربح وبالتالي إذن نقدم أسعار مخفضة لجذب العملاء الذي لا ينفقون أموال عادة على المنتجات إن اكتساب عملاء جدد من خلال تركيز عيرات بدلا من الربح يعني زيادة فرص الربح على الطويل أجل بمعنى قد تكون أسعار قليلة ولكن مع فترات بعيدة يكون هناك فرصة لأن نحصل على حصة أكبر بالسوق وبعد ذلك يكون هناك ربح خصوصا فعالية التي بالإمكان أن تكون واسعة أو للجميع وتتسع عدد أكبر بمجرد أن يربط العملاء منتج بإعلامة تجاري معين مرجحا يظل مخلصين بحكم أن يرون مثل أنفسهم في هذا المنتج يرون أن هذا منتج يعبرهم يراعي مثلا الأسعار وبالتالي لهذا منتج ويستمرون في شرائه وهذا بالتأكيد سيكون مع الزمن هو مربح لهذه الفعالية وبالتالي يكون لدينا قاعدة أكبر من غيرنا بحكم أننا لدينا كما ذكرنا أسعار منخفضة عن الآخرين أيضا هيمنة في السوق وكثير منظمات تسعى إلى أن تكون حصصها السوقية أكبر من غيرها وبالتالي حينما تكون الفعالية رائدة في السوق ومميزة يمكن بعدها تغيير الهدف من تعظيم الإيراد إلى هدف آخر بعد أن نأخذ حصة أكبر بعد ذلك قد نغير في الأهداف المالية أو الإيرادات تعني الأسعار المخفضة الفعالية التي تحافظ فيها الميزانيات الفعالة على أنخفاض التكاليف إذن الأسعار المخفضة هذا لا يعني أننا لا نغطي التكاليف وإنما نبحث عن خفض التكاليف والمنافسين لديهم تكاليف ثابتة أعلى سيضطرون إلى الخروج من السوق لأن لا يستطيعون أن يواكبوا مثلا خفض الأسعار لأن التكاليف عليهم عالية وأن لديك ميزة قد تكون تنافسية هو أن التكاليف منخفضة مما يسمح للفعالية أن تصبح مهيمنة ورائدة في السوق لأن لديها قدرة مثلا من خلال جلب موارد ذات تكلفة أقل من المنافس وبالتالي المنافس لا يستطيع أن يضع السعر الذي تضع لأن لديك القدرة أن تخفض أسعار التذاكر أو المنتجات أو الخدمات المقدمة والمنافس لديه تكاليف ثابتة لا يستطيع أن يقوم بتغطيتها لذلك هو إما أن يخرج من السوق أو يكون هناك خسائر متراكمة بالنسبة للمنافس لذلك تصبح هذه الفعالية مهيمنة في السوق بمجرد أن تصبح الفعالية رائدة يمكن بعد ذلك أن نغير في الأهداف وبالتالي قد نقوم بتغيير الأسعار نقوم بتغيير الأهداف وبالتالي تكون فرصة لعملية تعظيم أيضا الإيراد زيادة الأرباح أيضا هي من أهمية تعظيم الإيراد قد يكون هدفنا هو أن تكون أرباحنا أعلى معظم الفعاليات مصممة لتحقيق ربح للمنظم ويمكن أن تعني زيادة الأرباح أو زيادة الإيرادات زيادة الأرباح وليس بالضرورة أن تعني زيادة الإيرادات زيادة الأرباح قد يكون هناك زيادة في التكاليف ولكن قد يكون بالتأكيد من الأهداف هو زيادة الأرباح تتسم الفعاليات العديدة بتكاليف ثابتة جدا ينبغي تغطيتها قبل تحقيق الربع لأننا ذكرنا قبل أن نغطيها نصي نقطة التعادل بعد ذلك نحقق ماذا؟ الأرباح من المفترض أن تغطي معظم منتجات أو الخدمات المباعة التكاليف المتغيرة ذات الصلة بالإضافة إلى المساهمة في التكاليف الثابت لأننا تكاليف ثابتة كمثل الأجور أو غيرها هي ثابتة على مدار الفعل هناك تكاليف تأتي بشكل مختلف وتتغير بحسب التغيرات وبالتالي هي لابد أن تغطى كذلك بمجرد أن تساوى المساهمة في التكاليف الثابتة مع إجمال التكاليف الثابتة المتكبدة التي تم دفعها في الفعالية يبدأ بعد ذلك تحقيق الربع إذا غطينا التكاليف وانتهينا من التكاليف بأنواعها إذن بالتأكيد هناك فرصة أن نحقق ربح ومن ثم قد يكون فرصة لزيادة هذا الربح لذلك عندما تكون هناك فرص كبيرة لتوليد الإراد يمكن زيادة إجمال الربح على الرغم من خفاض المساهمة الفعلية في كل عملية بيئة ذكرنا حينما نزيد ذكرنا سابقا خدمات إضافية ذكرنا حينما أعطي ضيافة موسمية أو مؤسسية حينما أطرح مجالات أخرى في الفعالية إذن هو فرصة لعملية زيادة الإرادات وبالتالي قد يكون هو فرصة أيضا نحقق من خلال أرباح أعلى من المعتاد أو بدون هذه الخدمات الإضافية أو غيره لو تسألنا لماذا تختار فعالية كبرى تعظيم الإرادات على الربح مهم جدا أن نفكر في هذا التساؤل لماذا تختار فعالية كبرى تعظيم الإرادات على الربح ذكرنا كثير من الشركات أو منظمات التي تقيم فعالية كبيرة هي تبحث عن تعظم الإرادات على الربح السريع أو الربح الفوري عندما تكون هناك فرصة كبيرة في الإرادات يمكن زيادة إجمال الربح على الرغم من خفاض المسامة الفعلية من كل عملية وذكرنا حينما نفكر في شكل قصير الأجل قد يكون الربح محدود ولكن حينما نعظم الإرادات هذا هناك فرصة أن تتطور هذه الفعالية وبالتالي يكون هناك إراد أكبر وهذا قد يقودنا بالتأكيد إلى أرباح أعلى في المستقبل وهذا يجعل هناك اهتمام بوضع فئات معينة كما ذكرنا خدمات إضافية باهتمام بفئة معينة تقديم الخدمات النوعية كل ذلك سيسهم بالتأكيد أو إيجاد منصات باعتذاكر والهداية الذكارية التصوير كل ذلك سيسهم في عملية التعظيم الذي قد يقودنا إلى زيادة إجمال الأرباح على المستوى البعيد نأتي إلى ملخص حديثنا في الدرس اليوم تحدثنا عن أهمية تعظيم الإراد ذكرنا هناك أسباب تجعل تعظيم الإرادات عملية مهمة ذكرنا هناك تكاليف هالكة ومن خلال تعظيم الإراد سيسهم في تعويضها التكاليف ذكرنا التكاليف قد تبدأ قبل انطلاق الفعالية من تكاليف تصميم إيجار ما يشتغلون وبالتالي هي فرصة من خلال تعظيم الإراد أن نعوض هذه التكاليف أيضا قد يكون زيادة لقاعدة العملاء وبالتالي حينما أجعل هناك إراد كبير من خلال مثلا كما ذكرنا خفض أسعار التذاكر ولكن سيكون لدي عدد أكبر من العملاء إذن سيجعل هناك قاعدة كبيرة في السوق حتى لو كان السعر منخفض ولكن بعد فترة قد أستطيع أن أهيمن على السوق كما ذكرنا وزيادة قاعدة العملاء قد يقودك إلى الهيمنة في السوق لأن لديك سعر تنافسي مختلف عن الآخرين وبإمكانك أن تخفض الأسعار بحكم أن التكاليف التي تتكبدأ أقل من غيرك وبعد أن تهيمن قد يكون فرصة لأن تقودك إلى زيادة الأرباح أيضا من خلال تغيير الهدف وبالتالي هي فرصة لزيادة الأرباح ورفع الأسعار لمثل التذاكر مرة أخرى وتكون فرصة لمنظمة على تعظيم الإراد وأيضا بنفس الوقت زيادة الأرباح إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته